ترأس سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أعمال الاجتماع التحضيري لوكلاء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الممهدي للاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون نعم وأعرب وكيل وزارة الصحة في كلمة لها عن خالص احتزاز وتقدير مملكة البحرين باستضافة أعمال الاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون وشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل تجاوز دول المجلس لمختلف العقبات الصحية الاستثنائية مع التصدي لفيروس كورونا وذلك للعمل على مواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت في الظروف كافة وبكل كفاءة واقتدار من أجل مواصلة تسجيل النجاحات والقرارات التي تخدم مصلحة المواطن الخليجي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بدول المجلس وفي السياق ذاته بين سعادة وكيل وزارة الصحة أن الاجتماع السابع سيقوم بطرح ومناقشة أبرز قرارات المجلس الأعلى في المجال الصحي إلى جانب متابعة تنفيذ الموضوعات المتعلقة بالشأن الصحي بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الأهداف المنشودة اليوم بالنسبة لاجتماعنا هو اجتماع تحضيري على مستوى وكلاء وزراء الصحة في دول الخليج العربي هذا الاجتماع التحضيري بيكون يسهل عمته من مهمة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الغد إن شاء الله قرارات لها علاقة بالأمان العام في مجلس التعاون وكذلك قرارات لها علاقة بمجلس الصحة الخليجي وبعض المحاضرات أو العروض التي تكون ذات الأهمية كثير من الأمور التي تم إن شاء الله مناقشتها ومهمة جدا لجميع مواطنين الخليج منها الجهود التي طبعا بذلت لمكافحة جائحة الكورونا وكذلك عمتا بعض القرارات التي لها علاقة بالمنافذ بين دول الخليج سواء الجمهوركية أو لها علاقة بالأدوية والمستزامات الطبية والمعفية من القيمة المضافة وهذه مهمة جدا نتكلم عن الملف الصحي وكذلك عن الجهود عمتا اللي بذلت عن اللوائح الصحية اللي كانت من 2005 لحد الآن نحن نتابعها وكثير من ما يهم عمتا مواطنين دول الخليج بإذن الله هذا الاجتماع سيكون تحضير الاجتماع مع الوزراء غدا سيتم مناقشة عدة أمور مهمة مثل خطط مع الوزراء استراتيجية في اللجنة الوزرية في الأمانة العامة وتعتمد على خمس أو خمس متجزات رئيسية منها النظمة الشرعات السياسية البحوث الصحية وكذلك المركز الخليجي الوقاية وبإذن الله إن شاء الله سيكون مخرجات جيدة إن شاء الله تعود بالنفع لدول مجلس التعامل الخليجي في شك أن هذا الاجتماع هو استمرار واستكمال لما تم وهذا الاجتماع يناقش كثير من القرارات من ضمنها القرارات التي تم الموافقة عليها من أصحاب الجلال والسمو في قادة دول المجلس في قمة سلطان قابوس والشيخ صباح قمة العلا التي عقيمت في 2021 يناير 2021 هناك كثير من مواضيع معروضة وأيضا كثير من مواضيع معروضة أيضا للرفع للقمة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر